أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد بعنوان تقريب مفهوم الطرح لدى المستوى الأول مادة الرياضيات إذن بالنسبة لهذا الدرس هو درس جديد بالنسبة للأطفال المستوى الأول إذن قلنا عنوان الدرس هو تقريب مفهوم الطرح إذن سنقرب مفهوم الطرح للتلاميذ بشكل بسيط ومبسط لكي يستوعبوه ويفهموه أكثر إذن قبل أن أبدأ في الدرس سأبدأ بنشاط لتحفيز الذاكرة ولتنشيطها لاستقبال هذه المعلومة المهمة والنشاط الأول هو عبارة عن تذكر الأعداد التي تسبق والتي تلي عدد معين إذن بالنسبة للعدد الذي اخسرته لكم اليوم هو العدد سبعة وأربعون إذن سبعة وأربعون هو العدد الذي نبحث عن سابقه ولاحقه سابقه يعني ما قبله ماذا يوجد قبل سبعة وأربعون إذن العدد الذي يوجد قبل سبعة وأربعون هو ستة وأربعون ستة وأربعون يعني العدد الذي نقوله قبل أن نقول سبعة وأربعون هو ستة وأربعون ثم بعد 47 ماذا يوجد؟ نعم يوجد 48 بعد 47 يوجد 48 العدد الثاني هو العدد 60 ما هو العدد الذي يوجد قبل 60؟ يعني العدد الذي نقوله ثم نقوله بعد ذلك 60 العدد الذي قبل 60 هو ماذا؟ هو تسعة وخمسونة تسعة وخمسونة ثم العدد الذي يلي أو بعد 60 هو واحد وستونة إذن العدد الذي بعد 60 هو واحد وستون قبل 60 يوجد تسعة وخمسون وبعد 60 يوجد واحد وستون إذن أحسنتم أعزائي الآن سنتقل إلى نشاط آخر وهو البحث عن مكملات هذه الأعداد إذن انتبهوا معي جيداً ثلاثة كم نضيف لها كي تعطينا عشرة ثلاثة كم نضيف لها كي تعطينا عشرة إذن هذا إذا رأيتم جيداً هو عبارة عن جمع بالإكمال إذن ماذا نعني بالإكمال؟ يعني نكمل العد نكمل العد ننطلق من هذا العد ونكمل العد إلى هذا العد إذن نبدأ بتلاتة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن كم أضفنا؟ أضفنا سبعة أضفنا سبعة إذن ثلاثة سأعيد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن نكمل العد من ثلاثة إلى عشرة فوجدنا سبعة إذا أكملتم العد بأصابعكم ستجدون العد الذي نبحث عنه هو العدد سبعة نقوم بعملية أخرى لكي تفهموا جيداً خمسة كم نضيف لها كي تعطيني تسعة خمسة كم أضيف لها كي تعطيني تسعة إذن سنكمل العد من خمسة إلى تسعة لاحظوا معي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كم أضفت؟ أضفت واحد اثنان ثلاثة أربعة أضفت أربعة وسأكتب هنا أربعة إذن أعيد خمسة ستة سبعة تمانية تسعة أضفت أربعة خمسة زائد أربعة تساوي تسعة إذن هذا هو الجمع بالإكمال والآن أحبتي بعد أن تطرقنا إلى هذه الأنشطة التي تذكرنا بها الأعداد سننتقل إلى درسنا اليوم الذي هو تقريب مفهوم الطرح ونبدأ بملاحدة هذه الوثيقة إذن إذا لاحظتم في هذه الوثيقة الوثيقة تحتوي على مستطيلين المستطيل رقم واحد والمستطيل رقم اثنان لاحظوا المستطيلان متشابهان لكن هناك اختلاف وحيد وهو في هذه الخانات الغير مسطرة هذه الخانات الغير مسطرة هي التي نبحث عنها إذن لاحظوا معي المستطيل الأول كان فيه من تربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لكن المستطيل الثاني فيه فقط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وعدد المربعات الموجودة هنا لا نعرفها إذن سنقوم بالبحث عن عدد المربعات التي يجب أن تكون هنا لكي نبحث عن هذه المربعات يجب علينا أن نقوم بالكتابة التي سنبحث بها عن عدد هذه المربعات إذن قلنا بأن المستطيلان واحد واثنان هما يتشابهان ولكن هذا المستطيل ينقصه عدد التربعات الموجودة هنا إذن للبحث عن عدد التربعات يجب علينا أن ننطلق من مجموع التربعات الموجودة بالمستطيل الأول إذن إذا لاحظنا المستطيل الأول قلنا كم فيه من مربع تذكروا فيه عشرة نعم إذن فيه عشر تربعات المستطيل الثاني فيه فقط ستة إذن ستة زائد ماذا إذن سأضع عملية استفهم لأننا نبحث عن هذا العدد هذا العدد ما كنعرفوش عادا نقلبو عليه زائد ماذا تعطيني حل هذا عشرة إذن هذا المستطيل هذا العدد اللي عارفينه دي المربعات زائد هذا العدد اللي ما عارفينوش كيعطينا هذا المستطيل اللي معروف اللي هو رقم واحد اللي هو عشرة إذن عدد المربعات اللي معروفين هما ستة وعدد المربعات اللي معروفين شها هما عدرنا لهم علامة استفهم عادا نقلبو عليهم يعطيني المستطيل الذي نعرفه ونعرف عدد تربعاته التي هي عشرة إذن الآن أحبتي لكي نتوصل إلى الجواب إما نتوصل به عن طريق العملية التي قمنا بها هنا بالإكمال بالإكمال بالعد من 6 إلى 10 أو نتعرف عليه بطريقة أخرى وهي عنوان درسنا اليوم وقبل هذا وذاك يجب أن نستعين بالمستقيم المدرج تعرفون المستقيم المدرج أحبتي؟ إذن المستقيم المدرج هو مستقيم يحمل تدريجات بالأعداد التي نحتاجها ويساعدنا في العد ويساعدنا في البحث عن الأعداد المجهولة التي نريد أن نبحث عنها إذن سنبدأ من هنا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن هنا سيكون العدد عشرة وهنا العدد صفر إذن العدد اللي عندنا ديال المربعات هو ستة إذن هنا عندنا شحن من المربع عندنا واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يعني بحلقنا هاد المستطيل الأول رقم واحد وإحنا كنقلبوه على هاد العدد هذا اللي ما عرفناش إذن غادي نحيدو العدد اللي عندنا باش هادك العدد اللي يبقى عندنا هو العدد اللي كنقلبوه عليه إذن كم لدينا؟ لدينا ستة ستة هي العدد اللي عارفينو إحنا وعندنا إذن ها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نحيدو هاد الستة هادي وغنشوفوش حال بقى عندنا هادك العدد اللي يبقى عندنا أره هو عدد التربيعات التي نبحث عنها إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع تربيعات تنقص هذا المستطيل تنقصه أربع تربيعات إذن وجدنا أربعة سنتأكد الآن بالعدد بالإكمال سنعد من ستة إلى عشرة إذن ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن العدد الذي نبحث عنه هنا هو العدد أربعة إذن هذه الطريقة نستعملها كثيرا ودائما نستعملها في القسم ولكن الطريقة الجديدة اليوم هي أن نترجم هذه الكتابة الكتابة الجمعية سنترجمها إلى كتابة طرحية كتابة طرحية يعني فيها عملية الطرح أنتم تعرفون عملية الجمع والآن ستضاف إليكم عملية جديدة أخرى هي عملية الطرح عملية الطرح والرمز ديالها هو الرمز ناقص هكذا هكذا هو رمزها إذن العملية العكسية للجمع هي عملية الطرح من الجمع يمكن أن نقوم بالطرح وكيف ذلك؟ سنقوم بأخذ هذا العدد الذي هو يسمى العدد عشرة سنطرح منه العدد ستة عشرة ناقص ستة كم تساوي؟ عشرة ناقص ستة كم تساوي؟ إذا اللحظوا معي سأقوم بهذه العملية في ورقة باستعمال الأشريطة إذن عندي عشرة ناقص ستة سنقوم بأخذ عشرة ديالشريطات واحد اتنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاو معشرة ديالشريطات واحد اتنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة سأطرح منهم ستة سأطرح منهم ستة سنحيد منهم ستة سنزول منهم ستة إذن واحد اتنان تلاتة أربعة خمسة ستة حيدنا هاد ستة حسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة بقية لدينا أربع أشربة إذا العدد الذي نبحث عنه هنا هو العدد أربعة أربعة إذا نرجع الآن المستطيل لدينا أربعة أربع مربعات هي التي تنقصنا هنا إذا عشرة ناقص ستة تعطينا أربعة عشرة ناقص ستة تعطينا أربعة أقلوا على هذه العملية هذه العملية تسمى عملية الطرح والرمز ديالها هو هذا هو ناقص هذا هو ناقص إذا الآن سننتقل إلى تطبيق لكي أتأكد بأن الشرح وصل إليكم والتطبيق العدد الذي سنقوم به الآن هو هذه المسألة لاحظوا معي المسألة جيدا إذا لدينا هنا ديك وزن الديك ست كيلو جرامات الوزن ديك تقول دياله ست كيلو جرامات والدجاجة وزنها ثلاث كيلو جرامات ثلاث كيلو جرامات بكم يزيد وزن الديك عن وزن الدجاجة بكم يزيد وزن الديك عن وزن الدجاجة إذن لكي نعرف كم يزيد وزن الديك عن وزن الدجاجة يجب علينا أن نقوم بماذا؟ بعملية الطرح لكي نعلم ما هو الفرق الذي يميز الديك عن الدجاجة إذن انتبهوا معي العملية الطرح التي سنقوم بها هي ستة وهو وزن الديك ناقص ثلاثة الذي هو وزن الدجاجة لكي نصل إلى الفرق ستة ناقص ثلاثة لاحظوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عندي ستة سأطرح منها ثلاثة سأطرح منها ثلاثة إذن واحد اثنان ثلاثة حيضنا ثلاثة ما حال بقوا؟ بقوا عندنا ثلاثة أحسنتم إذن بقيت لدينا ثلاثة إذن يزيد وزن الديك عن وزن الدجاجة بثلاث كيلو جرامات إذن هو كبر منها الوزن دياله كبر من وزن الدجاجة بثلاثة ديال كيلو جرامات إذن الآن سنقوم بعملية أخرى لكي تتمكنوا من عملية الطرح بشكل جيد إذن مسألة تانية يريد علي شراء كرة يريد علي شراء كرة هذا الطفل هذا اسمه علي ويفكر في شراء كرة الكرة تمنها كم؟ تمنها عشرة دراهم الكرة تمنها عشرة دراهم وهو فقط لديه تمانية دراهم عنده فقط تمانية ديال دراهم هذا الطفل عنده تمانية ديال دراهم وبغي يشري كرة بثمان عشرة دراهم كم ينقصه؟ شحال خاصه؟ بش يكمل ثمان ديال الكرة شحال خاصه؟ إذن بش نعرفوه شحال خاصه؟ ممكن نديرو ديك العملية ديالجمع ودون قلبوها أو تاني العملية الطرح وممكن نديرو عملية الطرح نيشان إذن أنا غير ندير معكم الطريقتين إذن كم ينقصه؟ هو عنده ثمانية زائد ماذا؟ زائد ماذا؟ تعطينا عشرة إذن قلنا بأن هذه العملية هذه الجن ممكن نقلبها عملية الطرح باش نلقوا العدد بشكل سهل جدا هي عشرة ناقص ثمانية كم تساوي؟ إذن غير ندير الشرطات واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن وسنطرح منها تمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ما سيبقى عندنا؟ بلحي دنا تمانية سيبقى عندنا اثنان إذن هذا الطفل العلي ينقصه دير هامان خاص باباه لما ما يزيده جوج دراهم باشي شري الكورة بعشرة دراهم حيث هو عنده غي ثمانية دراهم خاص بيزيده لها جوج دراهم خرين عاد باشي شري كورة إذن عشرة ناقص تمانية تساوي اثنان تنقصه دير هاماني تنقصه دير هاماني إذن إلى هذا أكون قد أتمنت لكم شرحة تقريب مفهوم الطرح وإلى أن نلتقي في طرح دون احتفاظ وهو عنوان الدرس القادم أترككم في رعاية الله وحفظه ولا تنسوا أن تدعموني بجام ومن أول مرة يرى القناة فليفعل الجرس ويفعل الشراء لكي يصله كل جديد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر